باعة الرصيف في مدينة درج يستقطبون الزوارة حتى في ليالي البرد القارس فهم يبيعون واحدا من أهم متع الليبيين وأكترها رواجا الترفاس أو الكماء أو نبات الرعد تعددت أسماء هذا النبات الذي ينتمي إلى الفطريات وينمو في الصحاري بعد سقوط الأمطار بالقرب من الحمادة الحمراء يخرج الأهالي والشباب في أيام العطل والإجازات إلى الصحاري ليبحثوا عن الفطر البري الفريد من نوعه الترفاس الأبيض أو ما يعرف بالزبيدي هو الأجود والأغلى حيث يصل سعر الكيلو جرام منه إلى 120 دينارا بينما توجد أنواع أخرى أرخص مثل الأحمر والأسود بعض الأحيان نطلع شبه يوميا نطلع والله مرات نحصله في كمية كبيرة ومرات على حسب الجو يعني مرات تتحصل 2 كيلو 3 كيلو رغم صعوبة الحصول عليه من قطع مسافات طويلة في أجواء صعبة فإن هذا النبات الموسمي المفيد كان منقدا للعديد من الليبيين من البطالة والفقر موسيقى